السلام عليكم ورحمة الله راح نكمل وياكم باقي المرشحات الرياضيات لصف الثاني المتوسط الهايتي الكورس الأول انتحانات نصف السنة أخذت فيديو مرشحات وان شاء الله اليوم راح ناخذ الفيديو الثاني نقول بسط واكتب الناتج بوصف قوة واحدة جذر الواحد على 64 في 2 سالب 4 في سالب 4 والسبعة يالله عيني خلينا نكتب السؤال قايل لي جذر جذر واحد على 64 عيني في 2 سالب 4 في سالب 4 سالب 7 يالله عيني واحد على جذر طبعا هذي جذر 64 نقول واحد على الاثمانية الاثمانية مين أحللها جاية من ثلاث مرات اثنين اثنين وستثلاثة في اثنين السالب 4 في هذي هذي السالب اثنين يعني السالب 4 هذي سالب 4 هذي سالب 4 هذي سالب 3 هذي سالب 3 هذي سالب 3 سالب اثنين هنا ثلاثة سالب ثلاثة سالب سبعة سالب سبعة سالب سبعة نقص اربعة اشارات مشابهة نزل اشارة ونجمع سالب سبعة زاد اربعة اشارات مختلفة اربعة اشارات ناقص سبعة بيه سبعة سؤال اللاخ يقول بسط الجمل العددية الكسرية التالية واكتب الناتج بالصورة العلمية سبعة بوينت ثلاثة في عشرة أس أربعة زائد ثلاثة بوينت ستة في عشرة أس أربعة يقول لي بسط الجمل واكتب الناتج بالصورة العلمية هنا شو راح أسوي سبعة بوينت ثلاثة زائد ثلاثة بوينت ستة يعني البوينتات نكتبهن نحصلهن داخل القوس فيه وناخذ عشرة أس أربعة مرة ووحدة هايني جمعت الكسور يعني هاي العداد سبعة بوينت ثلاثة وثلاثة وستة في عشرة خذت معدهن مرة وحدة سبعة وثلاثة عشرة وهنا ثلاثة وستة تسعة في جمعنا هنا في عشرة أس أربعة ويساوينا واحد بوينت خلينا نحسب إيش كم نحولها إلى صورة علمية واحد بوينت تسعة في عشرة أس خمسة ليش؟ لأن البوينت حسبناها واحد بوينت هاي تسعة البوينت حسبتها زيادتي منعتها واحد مرتبتين لين صارت عشرة أس خمسة زين بعد أدي هاي سبعة بوينت ستة في عشرة أس سالب خمسة ننقل صفر ثلاثة وعشرين في عشرة أس سالب أربعة خلنا نكتب العدد سبعة بوينت ستة في عشرة أس سالب خمسة ننقل صفر بوينت ثلاثة وعشرين في عشرة أس سالب أربعة يلا معيني سبعة بوينت ستة في عشرة أس سالب خمسة ننقص هم مين من هذه العدد 2 و 3 في 10 والسالب 5 سويتها إلى صورة رقمية علمية معيني و يساوينا أجقلت هسه هذه نحسب الأعداد نخليها يعني بقوس 2.3 و نأخذ في 10 والسالب 5 مرة و 1 هنا 7 ننقص 2 بها 5 و 6 ننقص 3 بها 3 في 10 والسالب 5 هذا العدد طلعنا بقالي المثال الأخير بسط الجمل العددية الكسرية التالية و اكتب الناتج بأبسط صورة جذر سالب 216 على 7 في سالب 21 على 12 زائد سالب 5 على جذر 16 يلا عيني و الطين التكعيب سالب 216 على اليمن على 7 في سالب 21 مطلق على اليمن على 12 زائد سالب 5 على جذر 16 يلا عيني يلا عيني السالب 216 تكعيب مالتها لازم نحللها احنا حافظيها سالب 6 على اليمن على 7 في مطلق السالب 21 وهنا وهنا 12 نزلها زائد سالب 5 نزلها جذر 16 4 يساوينا اكتب الاختصار نختصر واذا ما بيها ما نختصر هنا هذا الضرب هنا بيها وحدة وهنا بيها 3 ثلاثة في سبعة 21 هذه بيها سالب 1 وهنا ال 12 بيها 2 اذا صارت صارت سالب 3 سالب 1 في 3 سالب 3 على 1 في 2 2 ناقص 5 على 4 الموجب بالسالب سالب ها يعني فهنا نوحد المقامات ناخذ الاكبر 4 4 كم 2 بيها 2 2 في سالب 3 سالب 6 ناقص 4 كم 4 بيها 1 1 في 5 5 ويساوي اشارات من الشاب نزل اشارة ونجمع سالب 11 على 4 هاي عيني ان شاء الله استفاديتوا من هذا المرشحات وبعد ان شاء الله سوي لكم فيديو وبالتوفيق يا ربي